تواصل لجنة الطوارئ الخاصة ببلدية ترهونة أعمالها لتجنب أي أضرار قد تحدث بسبب مياه الأمطار بالتعامل مع العراقيل التي تتسبب فيها التقلبات الجوية التي تشهدها البلدية حيث باشرت اللجنة أعمالها لفك المختنقات وتسليك قنوات تصريف مياه الأمطار بمختلف شوارع مدينة اليوم نقوم بحملة في مدينة ترهونة افتحت لجنة مشتركة للجنة الطوارئ شركة المياه وإدارة النظافة وجهات الأمنية وقوموا بتسليك العبارات المياه ونظافة الشوارع في ظروف هذه تعتبر منطرة شوية وظروف صقعة شوية لكن ماشي الأمور إن شاء الله هذه اللجنة التي يرأسها أحد أعضاء المجلس البلدي وتضم عددا من مديري الإدارة الخدمية والأمنية ببلدية ترهونة والتي قد شكلت بقرار من عميد البلدية وذلك بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة ستتعرض لها ترهونة قام المجلس البلدي ترهونة بتشكيل لجنة الطوارئ لتدليل الصعاب من المواطنين في هذه الفترة الممطرة ومن ضمن العمال لتسليك العبارات المياه جمع القمام التي تسد المجاري رغم قلة الإمكانيات المتاحة تواصل لجنة الطوارئ بترهونة عملها وسط ظروف غاية في الصعوبة بسبب تهالك البنية التحتية للمدينة وانعدام الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة ستتعرض لها البلاد شكل المجلس البلدي بترهون لجنة طوارئ وباشرت عملها في حلحلة العراقيل والصعوبات التي تواجه المدينة